أبدأ بآخر التطورات التي شهدتها هذه الجبهة منذ الصباح المقاومة حتى اللحظة أعلنت عن قيامها بعمليتين عسكريتين تجاه مواقع الاحتلال العملية الأولى استهدفت بالأسلحة الصاروخية مجموعة من الجنود الإسرائيليين الذين كانوا يتواجدون في محيط قلعة هنين هؤلاء رصدتهم المقاومة وأطلقت باتجاههم أسلحة الصاروخية كذلك كان هناك استهدافات للتجهيزات التجسسية لموقع حدب يارين والذي أصيبت بشكل مباشر نلاحظ منذ الأيام الماضية تقريبا هناك تكرر في استهداف التجهيزات التجسسية أيضا بالأمس كان هناك استهدافات للتجهيزات التجسسية في موقع الرادار بصاروخ موجه هذا يدل على أن إسرائيل ورغم محاولاتها تعويض خسائرها بالأجهزة التجسسية وأجهزة الجمع الحربي في مختلف المواقع على الحدود تحاول أو حاولت إصلاح هذه الأجهزة التجسسية وفي المقابل المقاومة لا تزال حتى اللحظة تواظب على مهاجمة هذه الأجهزة التجسسية للحفاظ طبعا على المنجز الميداني بإصابتها ومنعها من مراقبة الأراضي اللبنانية أما بالنسبة لإعتداءات العدو فقد اقتصرت حتى لحظة هذه الاعتداءات على قذائف مدفعية رصدناها يعني هي بضع قذائف مدفعية رصدناها بأطراف بلدتي أرميش ويارون بالنسبة للأمس نتحدث عن يوم طويل من العمليات العسكرية كان هناك عمليتين عسكريتين للرد على الاعتداءات على منازل المدنيين واستهدفت مستوطنات بحد ذاتها مستوطنة يرؤون تم استهداف مبنى فيها ولكن حتى هذه الضربة كان في هذا المبنى مجموعة من الجنود الإسرائيليين الذين أصيبوا إصابة مباشرة وكذلك في مستعمرة أفيفيم وردا على الاعتداء المدنيين تم استهداف أيضا مبنى مدني ولكن أيضا بداخل هذا المبنى يتموضع جنود العدو الإسرائيلي الآن تدوي صافرات الإنذار في كريات شمونة على تطبيق الإنذارات الإسرائيلي محذرة من إمكانية إطلاق صواريخ باتجاه تلك المنطقة طبعا إصبع الجليل سوف ندقق بهذا الخبر أيضا ونعلم ما إذا كان بالفعل هناك إطلاق صواريخ أم لا تجد الإشارة أيضا بالأمس كما قلت بأن الصواريخ الموجهة استخدمت لإصابة التجهيزات التجسسية بموقع الرادار صاروخ فلق واحد أيضا استخدم أكثر من مرة مرة في ثكنة برانيت ومرة استخدم على شكل رمايات مكثفة أصابت ثكنة زرعيت مباشرة في الجليل الغربي هذا ما قال عنه البيان رميات صاروخية وبالتالي كان أكثر من صاروخ فلق واحد أيضا البركان كان له عمل بالأمس لسيما بأنه أصاب موقع بركتريشي مباشرة وأكثر من ثلاث صواريخ بركان دكت هذا الموقع في الجليل الغربي بالإضافة إلى استخدام الأسلحة الصاروخية كل هذا يأتي طبعا في سياق تصعيد باللغة الإجرامة الإسرائيلي تجاه القرى اللبنانية لسيما مع فشل العدو الإسرائيلي بقدرتي في استهداف المقاومين المرابطين على الجبهات يعمد إلى تكثيف غاراته الجوية بالطيران الحربي الذي استخدمه بالأمس عبر 12 غارة حربية أصابت العديد من البلدات الآن يردني طبعا يعني أعتذر عن النقل بين الأوقات ولكن الآن يردني طبعا بأن بالفعل هناك صالية صاروخية أطلقت من جنوب لبنان باتجاه هدف في إصبع الجليل